الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتورة فريد الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة لقاؤنا يتجدد، اليوم متمنين أن يكون الجميع بخير وعافية حرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون مع الجهات الصحية المعنية والجهات الاتحادية والمحلية على توفير أفضل الخدمات الوقائية لأفراد المجتمع خلال هذه الفترة الاستثنائية من الخدمات الاستباقية، توفير خدمة التطعيم ضد كوفيد-19 وتسهيل إجراءات الحصول على اللقاح إذ أصبح اللقاح متوفراً في مناطق الدولة المختلفة بالإضافة إلى توفر خدمة العيادات المتنقلة عبر تقديم الرعاية الملائمة على يد الإختصاصيين وذلك للقاطنين في المناطق البعيدة عن المدن وتعاون القطاع الصحي الخاص في هذا الشأن الأمر الذي أسهم في دعم الجهود الوطنية المبذولة للوصول إلى مرحلة التعافي الإخوة والأخوات، ولله الحمد نرى اليوم ثمرت هذا المجهود إذ يسرنا الإعلان عن تصدر دولة الإمارات في معدل توزيع اللقاح لتصبح الدولة الأولى عالمياً في توزيع لقاح كوفيد-19 لكل مئة شخص يعد هذا الإنجاز دليلاً على نجاح الحملة الوطنية للقاح واستباقية الدولة للوصول للتعافي المستدام سيقتصر حضور كافة الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية على الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط مع مراعاة الالتزام بإبراز نتيجة فحص سلبية للPCR خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المناسبة وأن يكون حرف E ظاهراً في تطبيق الحصن الخاص بهم ويتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في تنظيم هذه المناسبات مثل لبس الكمامات وترك المسافة الآمنة والتباعد الجسدي وعلى أن يبدأ تطبيق العمل بذلك من تاريخ 6 يونيو 2021 الأخوة والأخوات تواصل الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات تحقيق أهدافها فقد تم تطعيم ما يزيد عن نسبة 78.11% إجمالي الفئة المؤهلة وأيضاً وهم الذين تجاوزت أعمارهم 16 عامل كما تم تطعيم ما نسبته 84.59% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق وهي الفئة ذات الأولوية كونها الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته وقد وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من 12 مليون جرعة وبلغ معدل توزيع اللقاح 124.31 جرعة لكل مئة شخص في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 49 مليون فحص وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها إحدى أهم النماذج العالمية الناجحة في الحد من انتشار الأوبية تعد لقاحات كوفيد-19 من أفضل الوسائل للسيطرة على الجائحة عندما تقترن بالفحوصات الفعالة والتدابير الاحترازية وضمن إجراءات الدولة الاستباقية لتوفير الحماية القصوى للمجتمع نؤكد على الأولوية لإعطاء الجرعة الداعمة للقاح كوفيد-19 ستكون لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كمرحلة أولى كونهم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كوفيد-19 ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان العديد من دول العالم بأهمية الجرعة الداعمة للقاحات كوفيد-19 المختلفة الإخوة والأخوات وردت إلينا استفسارات حول الجرعة الداعمة أو المعززة التي نعرفها كلقاح إضافي منشط بعد الانتهاء من إعطاء الجرعات الأساسية بهدف تنشيط المناعة وتقويتها ضد الفيروس وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إعطاء جرعات إضافية بعد عدة أشهر من اللقاحات الأصلية من شأنه تعزيز المناعة ضد سلالات الفيروس المعدية وخاصة في ظل انتشار الفيروس وظهور متحورات جديدة على هذا وسيتم تقييم الأشخاص من قبل الجهات الصحية للتأكد من استفائهم لاشتراطات الحصول على الجرعات الداعمة وستتم عملية التقييم عبر خدمات حجز المواعيد المسبقة يتوفر اليوم في الدولة أكثر من نوع من لقاحات كوفيد-19 وتتميز بفعالية عالية في الحد من انتشار الفيروس وتحتوي هذه اللقاحات على أجزاء غير نشطة أو ضعيفة من الكائن الحي الذي يسبب المرض أو الشفرة الجينية التي من شأنها خلق الاستجابة ذاتها وتحفيز جهاز المناعة الأمر الذي يساعد الجهاز المناعي في الجسم على التعرف على الجسم الدخيل وإنتاج أجسام مضادة تتعلم كيفية محاربته وتسهم في زيادة أعداد المطعمين بلقاح كوفيد-19 في ذلك يسهم للوصول إلى المناعة المجتمعية والحد من انتشار الفيروس إذ نوصي أفراد المجتمع المؤهلين بالمبادرة إلى أخذ التطعيم فاللقاح هو الطريق الأمثل للتعافي التام والعودة للحياة الطبيعية الأخوة والأخوات مع رصد طفرات جينية جديدة لمكونات كوفيد-19 في أكثر من دولة حول العالم فإننا نوصي بإجراء الفحص الطبي وأهمية إعادة الفحص إذا استمرت الأعراض وكانت النتيجة سلبية حرصت الجهات الوطنية المختصة في الدولة منذ بداية الجائحة على تسخير القدرات والطاقات من أجل صحة وسلامة المجتمع لا شك أن أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية لها دور مهم في تعزيز نجاح الجهود المبذولة في الدولة وذلك من خلال الاتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية للسيطرة على الفيروس والمساهمة في تسريع مرحلة التعافي فيدم بيد نتعافى تحصين المجتمع بأخذ اللقاح هو الطريق الأمثل للوصول إلى المناعة المجتمعية والمضي في مرحلة التعافي لذا نهيب بالجميع الحصول على التطعيم ودعم جهود التعافي الوطنية حفظ الله الإمارات قيادة وشعبا ودام الجميع في صحة وخير وعافية